تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للمسنين السيد جميل بن محمد علي حميدان نظمت اللجنة الوطنية للمسنين وبالتعاون مع مركز سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة لكبار المواطنين منتدى استعراض الاستراتيجية الوطنية لكبار المواطنين ضمن رؤية البحرين 2030 للتنمية المستدامة عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك بمشاركة عدد من ذوي الاختصاص من دول مجلس التعاون الخليجي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي وفي مستهل الملتدى ألقى الوزير حميدان كلمة أكد فيها على أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لكبار المواطنين في مملكة البحرين وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مشيرا إلى الإجراءات التي حققتها مملكة البحرين في هذا الخصوص حيث تعد من الدول المتقدمة عربيا ودوليا في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية لكبار المواطنين وشهدت المملكة تطورا تشريعيا في ظل العهد الزاهر للجلالة الملك المفدى مشيرا إلى تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين في العام 1984 كجهة الاختصاص بتنفيذ السياسة العامة لرعاية كبار المواطنين فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للمسنين التي أقرها مجلس الوزراء في العام 2012 مرتكزة فيها على محاور التنمية وتوفير الصحة والرفاه مع تقدم العمر وتهيئة بيئة داعمة لجميع الأعمار والارتقاء بخدمات هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع كما وأشار إلى ما حققته اللجنة الوطنية للمسنين من منجزات على مدار سنوات عملها الماضية كان أبرزها مواكبة المستجدات العالمية في مجال حماية ورعاية كبار السن التي تؤكد على ارتفاع نسبة كبار السن في العالم وضرورة إشراك هذه الفئة وإدماجها في العملية التنموية مؤكدا على تطوير وارتقاء كافة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين